بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيس هزب الاتحاد من أجل الجمهورية والديمقراطية قدم صباح اليوم رئيس الهزب حديثاً صحفياً عدد من خلاله الخطوة التي أنجزها الهزب خلال هذه الفترة إليكم جزء من الحديث الصحفي في ميكروفون الزميلة ابتسام أحمد طب الله تم تعسيس هزب الاتحاد من أجل الجمهورية والديمقراطية في السام والعشرون من يونيو عام 2016 ومن ذلك الحين بدأ الهزب في نشاطاته السياسية بالساهة الوطنية وأثبت جدارته كحزب سياسي نشط ويؤكد ذلك خلال مشاركته في الحياة السياسية وفتح مكاتبه في معظم الأراضي الوطنية وفتح مكاتبه في معظم الأراضي الوطنية بالرغم من الأزمة الاقتصادية والمالية التي شهدتها البلاد في نفس تاريخ تعسيس الحزب وبالرغم من ذلك ظل يمارس الحزب نشاطاته في الساحة السياسية حتى هذه اللحظة